مدينة الحديدة وصدت الهجمات الجوية بالمضادات الأرضية كما نجحت في إحباط محاولات التقدم البرية عند الأطراف الشرقية للمدينة وقد استهدف الجيش اليمني تجمعات التحالف السعودي في الساحل الغربي بصاروخ باليستي كذلك أكد مصدر عسكري مقتل عدة عناصر من قوات التحالف وجرح آخرين بفجار لغم أرضي في منطقة الفازة جنوب الحديدة واستهدفت غارات التحالف أيضا مديرية باقم الحدودية في صعدة بالتزامن مع قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق حدودية متفرقة في المحافظة وأكد مصدر عسكري يمني إصابة قياديين من قوات هادي وتدمير آليات عسكرية كان يستقلانها بقصف سلاح الجو المسير للجيش واللجان في منطقة اليتمى بالجوف شمال شرق البلاد وفي استياق عينها أحضط الجيش واللجان عمليات تقدم واسعة لقوات التحالف ما أدى إلى سقوط قتلى وجرح في صفوفها باتجاه جبل تويلق الحدودي بجزان السعودية كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات قوات هادي والتحالف شرق جبل الدود وجبل الأم بي سي في جزان شكرا لك شكرا لك اشتركوا في القناة